نواصل إن شاء الله تعالى هذه التأملات في صورة البقرة وقلنا بأن الله تعالى في بداية هذه الصورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمنا الصلاة ومما رزقناه ينفقون هم لغدين الترق بشهادة رب العالمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وينبغي أن يسعي كل عاقل أن يكون من هؤلاء الناس ثم الله عز وجل أعقب هذا الصنف بالصنف الآخر وهو أرضاء أصناف أرضاء أصناف بني آدم وهم القفاة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا الصنف التالك وهو صنف النفاق والمنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يصلي معك يشهد معك يحج معك ويعطمر معك ولكن هو يحربك الناس يتكلموا بلسان المسلمين وبخطاب المسلمين ولكن يتعلموا في إسلام كثير من الناس يدعون الفساد والانحلال والانحراط باسم الإصلاح وتقوموا بأنه ينذروا الإصلاح ومخوفين للناس وينذرهم 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 وهما ما عندهم سوق لف أوامير ولف نواهي ولف حرام ولف حلال ولف التجاجة لا هذا ماشي إصلاح هذا بلاش من نوعه فاهم ولكن مبغاش دين الله سبحانه وتعالى ومشي حاجة جديم عند الله بوهي يقدوا وقالون من عنده لي مثلكم لي متوافقها وهو رمغي يدين وانو غديف سدف الله لا يمكن للخلقي أن ينصالح أمرهم بما عزيزين الخالق لا لا ونخطأ العلمات المنافقين في هذا الزمن تدلقاه إلى خطأ المسلمين ونخطأ الإيسان خطأ المسلمين تيشنع ذاك الخطأ وينشروا نخطأ شيء إمام ونخطأ شيء واحد عليم تدلقى ذاك الخطأ يدروا عليه وتصوذوا عليه الإعلام وكذا كأنه تبينه بحل الزمن ما بقى في يوم الدين ولا ما بقى فيهش الدين هو يبيلك هادا كذا ما شوفوا أنتم هاداك تتقولوا الدين ها وعدكم وادي يرى الإنسان كل شيء يختار إذا كنت في المكان وفي الصنف الممتاز المختار حافظ عليه حافظ عليه وطلب الله تعي تبتك فيه ولكن في الصنف الآخر فحاول أن تبحث وأن تنقذ وأن تنقذ نفسك من هذه المهال قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وبعدين أيها الأخوة الكرام نواصل إن شاء الله تعالى هذه التأملات في صورة البقرة التي كنا قد ابتدأناها مع إخواننا وقد أمضينا فيها ثلاث حلقات وقد لازلنا في مطلع صورة البقرة نختار من صورة البقرة بعض آيات نقف معها ونتأمل ونستفيد من هدايتها ومن إرشاداتها إذن لازلنا نتحدث في مطلع صورة البقرة عن أقسام الناس كما قسمهم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الصورة وقلنا بأن الله تعالى في بداية هذه الصورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهم خيرة خلق الله وهم الصفوة من عباد الله وهم المؤمنون المتقون فقال الله سبحانه وتعالى وحاكم سعر الله لفلا أميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وذكر صفاتهم تكلمنا عن هذا في الحصة الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا آخرة هم يؤمنون ثم ختم الله عز وجل هذا الصنف اللي هو قلنا الصفوة من عباد الله هم خير الناس ختم الله لهم بهذا الوسام أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالله عز وجل حكم لهم بالهدى وأن طريقهم هي طريق الحق وأنهم غادي في الطريق المستقيمة وأن هذا الطريق سوف توصلهم إلى الفلاح والفوز أولئك هم مفلحون فأدوم خيرته خلق الله عز وجل وينبغي أن يسعي كل عاقل أن يكون من هؤلاء الناس أن يكون من هؤلاء الناس لأن هؤلاء الناس هم اللي غادي على التريق بشهادة رب العالمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالليبل لعرفة صورة غادي في التريق مقاد وذلك التريق ربا تصد إن شاء الله في النهاية الفلاح والفوز هو خاصه يلتزم يكون من هدى الناس ويسعاه ويكون سعيه دائما كأن يحصل هذه المواصفات التي أولها وأساسها هو الإيمان بالغير هو الإيمان الصحيح سهلها المنطلق الأول ليأدي بك في الخر للفلاح والفوز من كتكلمنا بما يصر الله عز وجل عن هذا الصنف الخئة المختار الصنف الصفوة ثم الله عز وجل العقبة هذا الصنف بالصنف الآخر ليهو أرضاء الأصناف أرضاء وأصناف بني آدم وهم الكفار الذين كفروا بالله عز وجل لم يعترفوا بربهم خالقا لهم ولم يعبدوه سبحانه وتعالى فهم كفار يعني فيهم جحود وفيهم عناد فيهم لؤم الكافر لئيم وفيهم ظلم إن الشركنا ظلم عظيم الله عز وجل تكلم عن هذا الصنف الذي وأرضاء وخلق الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لأن السطافي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم يعني هذا صنف خبيث ينبغي إنسان يبتعد عنه ولكن من رحمة الله عز وجل ليس إنسان إلى كل شيء صنف سيبقى فيه دائما محكوم عليه لا هذه أوصاف ينبغي الإنسان يحققها قدر تكون هنا وتولي هنا وتقدر تكون هنا وتولي هنا فأنت ما دمت في هذه الحياة فأنت معرض لهذه الأصنف الثلاثة بقي بيجب على الصنف الآخر لكن صلاة الله وبركاته وصنف المنافقين بقي هذه جمعنا لم يهم هذه الأصنف هذه نديرها في أدهاننا ونستحضروها إنما حدي إنسان بقي حي يرزق وبقي في هذه الحياة ولا يقدر يكون من المؤمنين الصالحين والأتقية الذين على هدى من ربهم ويكون من المفلحين ويقدر يكون من الكفارة يقدر يكون ويقدر يكون من المنافقين ما دمت على هذا بقي حي وبقي الروح فيك فلا تأمن فلا تأمن على نفسك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأعبد الناس لله كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهذا ينبغي الإنسان أن يكون استصحب معه في حياته كلها هذا الدعاء وهذا المعنى الذي أني أبينا هنا هذا الدعاء هذا المعنى أنه التقليب القلوب الإنسان من الله عزيزي من أن يذكر هذه الأمور ليس يصبح في أن تطلعته شيء بلا سرغة تبقى فيها لأنه يقدر يتقلب بك الأحوال في أن يبغي لكن أنت في المكان في الصنف الممتاز المختار حافظ عليه حافظ عليه وطلب نطعي تب تكفيه ولكن أنت في الصنف الآخر فحاول أن تبحث وأن تنقذ أن تنقذ نفسك من هذه المهالك إذن نتابع هذا الصنف تكلمنا عنه كذلك صنف الكفة ثم الله عزيزي الأعقابة هذا الصنف لعله كما شاهد أرأيتم يعني الآيات قليلة في الحديث عن صنف المؤمنين الصفوة المختارين عدوا لنا أمرهم واضح بيين وهم خيرة خلق الله وأحبون خلقي إلى الله ثم الله عزيزي ذكر الكفار تهم في آياتين لأن الكفار تهم كذلك أمرهم واضح ظاهر خائبين كفار يحاربون الله ورسوله بينين ثم الله عزيزي ذكر آيات كثيرة أطعنا في ذكري هذا الصنف الثالث لهو صنف النفاق والمنافقين قال الله عزيزي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون الله علم هناك نقفنا عند هذه الآيات تكلمنا شوية على النفاق المهم النفاق والمنافقين الله عزيزي ذكرهم وعطاهم واحد الحييز كبير فهد الصورة وأفرضهم بصورة كما قلنا كاملة هي صورة المنافقون وتكلم عنهم في صورة التوبة خدته على الحييز كبير في الكلام عن المنافقين المهم قدية النفاق والمنافقين هذا الله عزيزي يتكلم عنهم مزافة ويجليهم تجلية كثيرة جدا يوضحهم مزيلا علشان لأن هذا صرف خطير جدا عليكم سلامة الله وبركاته الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل في جوش الأنواع لكن النفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي هو الإنسان يبطن الكفر ويظهر الإيمان هذا النفاق هو لا يؤمن لا بالله ولا برسله ولا ملائكته ولا كتبه اليوم الآخر ولا قادر لا يؤمن بأي شيء وهو يبطن الكفر وكافر بالله في قلبه باطنه الكفر وظاهره تذيبي الإيمان بلسانه هذا كافر عنده كفر اعتقادي وهو أول داخل في قوله الأسفلي من النار هذا عذابه أشد من الكفار الظاهرين لهم كفار باينين واضحين طيب كي واحد النفاق آخر لن نذكر نعيه هو النفاق العملي النفاق العملي هو تكون إنسان عنده أعمال ذكره ونبي صفات هو ماشي كافر في الباطن ولكن لتنفرط في هذا الخصار فهو نفاق وهو نفاق عملي فيه أخلاق وفيه صفات وفيه شيء ذنوب تيرتاك بها هذه الذنوب المنافقي ثلاثة وكين أخرى لنجيو جخرين يعني خمسة يعني آية المنافقي إذا حدت كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان يعني سألت جمعات في هذه المواصفة تلك هذه من أقبح الصفات إذا حدت كذب يعني صفته الكذب دائما هو دائما الحديث دياله الغالب عليه والكذوب هذه صفات المنافقين إذا حدت كذب وإذا وعد أخلف لا أعطك شي وعد يخلف معك الواعد وإذا أتوا من خان خيانة صفات قبيحة لا يصنح بالمؤمن تكون في شيء حاجة من هذا الشيء وكيف في الخرين جاء صفات الخرين من جاء الحديث الخرين وإذا عاهد غضر وإذا خاص مفاجر شو تجمعوا في هذا الخمسة هذا يقولوني واحد جورتومة نواق مؤمن مسلم موحد ولكن لو فيك هذه الخيصة على خطر العظيم ولكن لو تسمعني فعق ولكن لو تنفروا فيك هذه الخمسة الخياصة تجمعوا فيك كاملين ولكن عندك النفاق لي هو عملي نفاق عملي ولكن النفاق العملي خطير وعلى كبائر هي كبيرة جدا وهذه المؤمن يكون في هذه الصفة خاصة مفاجر يعني يفجر في الخصومة لا يسامح لا يصبر لا يفاجر في الخصومة يتخصم معنا شوية لا يريد أن يزدر يطلب منه السموح ويتتبع شماعة والعهد لا عهد له يغدر لا أمانة له لا وعدة له لا صدقة في حديثه لأن هذا مشكل المهم هذا الصين في الثالث ذكر الله تعالى أعطاه الآية الكتار لأنه خطير لأنه حد الصين في هذا هو الآلة التي يعملوا بها الكفر والكفر لماذا كان هو أخطر من الكفر لأنه هو ديك الآلة التي يستعملها الكافر في هدم دين الله وفي محاربة دين الله سبحانه وتعالى الكافر أمره ظاهر وواضح إذا جاب يدعي لشي حاجة مثلا الكافر جاب يدعي لشي حاجة رتيبا كافر المسلمين يقول أنه كافر لا يصدقه لأنه هو يظهر كفره جاعدنا ذلك إذا كنت نحن شي يهودي ولا شي ينصراني ولا شي ملحيد وبيدعي لنا شي إصلاح لو بيتكلم في الدين نحن أقول أنت أشب أنك وبيد دين أشب أن تدرى في الدين مالك مالك ومالك أنت لا كافر أنت صلى الله تؤمنوا لا بالله ولا بالرسول سير بحالك بغير تصنطليه تشي واحد ولكن المنافق يقدروا تصنطليه مع أنه هو كافر نيث هذا المنافق لإيمان بن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد وذكر فائدة جميلة فقضيت الإنسان يقدر أن يكون قريب للخير وليستفج منه ويقدر أن يكون شخص بعيد من الخير وعنده بصيص من الخير ويستفيد منه ويستمره يعني شوف ذكاد بن سالو عاش مع النبي صمود دم الزمن يعني عاش قريب من الخير قريب من الباركة قريب من الواحد عارتشين تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم عارتشين يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فضل كبير منزل كبير شرف كبير في مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع بالك تصلي معه تشوفه صباح عاشية وكادره شي حاجة فضل لأنه ما بعده من فضل ومع ذلك هاجي كل ما يستفيد منه الإيمان بن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قال وعد الجملة قال ليك وحد قص وما رأى الرسول وحد قص وما رأى الرسول ومات ومات ابن أبي على الكفر وقد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قيمة شارلة قص هذا قص ابن ساعيدة تقول أنه كان من الناس اللي تدعوه التحيد في الجاهلية قبل أنه كانت واحدة مجموعة منهم مثلا هذا كان زيد بن نوفيل منهم ورقة بن نوفيل كانت تسموهم الحنافاء كانت يدعوه التحيد قبل ما يتبعت قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم واحد يدعوه ما عشنا هو العلم اللي توفر لهم في كل وقته كان عندهم واحد البسيط من علم النبوة شي حاجة قليلة جدا وإذا الغالب على الأهل الأرض هو الانحراف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عيض بن حمار المجاشعي صحي مسلم إن الله نظر إله للأرض فما قتهم عربهم وما عجمهم إلا بقية من أهل الكتاب فالغالب على الأهل هو المقتل وذي كنت الأرض وكل شي ناس أحرف دينه عيسى عليه السلام والعرب حرفوا دينه إبراهيم عليه السلام يبقى النور لديك شوية النبوة واحد شوية قليل ذاك شوية القليل ذاك شو اللي يدركوا وعرفوا ودعوا للتوحيد وعاشوا على التوحيد وأنقذهم الله به ذاك شوية وابنه سالون عاش معه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفيد فالقضية مشي العبرة هي بالكثرة ولا يخص العبرة بالصدق بالصدق العبرة خصي يكون عندك واحد المحل طاهر قابل لذاك الخير اللي بيجي قابل ملافقين ذاك ما عنده ووتي عاشر وتي سمعوا كدو لكن قلبه فاسد الأرض هي الطربة اللي بي يزرع فيها الوحي الوحي مش يستفيد منه كل شيء يعني جوجة الناس يسمعوا القرآن ويسمعوا الوحي ويحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا القرآن سمعه أبو جهل وسمعه أبو لهب وسمعه أبو بكر وسمعه عمر رضي الله عنه وأن يسمعه المنافقين وسمعه الموحيدين وسمعه المخلصين ولكن كل واحد تفاعل معه على حسب الأرضي اللي عنده والطربة والقابلية اللي عنده لهذا الوحي ومن باش ميطور بنا الكلام هنا النفاق علي خطره عظيم قويتين شر الفساد في الأرض هو الذي يضمر المسلمين أكثر من تدمير الكفار لأن عداوة الكافر ظاهرة للعيان باينة ولكن يدخل معك المنافق يصلي معك يشهد معك يحج معك ويعطمر معك ولكن هو يحربك ويقلب على لأمة الإسلامية الآن من المنافقين الناس يتكلموا بديسان المسلمين وبخطاب المسلمين ولكن يتعلموا في الإسلام ويقلبوا على الطغارات ويقلبوا من علامة المنافقين في هذا الزمن تدلقاه له خطأ المسلمين خطأ المسلمين يتقر لأن تنشروا والكفار لا لا ينشروا خطأهم و興انا لا ينشر شخطاء الكفار زي زي الكفار يقول الحباب والكفار يعني ولكن خطأ المسلمين تتلقاء بيه قادر كأنه غيرة كأنه تيبين بعض المق cars غار عن المسلمين فلنخطأه وهو غرضه ويكبر منذ الخطأ منذ المسلمين يدخل الذين نخطأ أهل الدين نخطأ إمام ونخطأ شيء واحد عالي تدقى ذلك الخطط يضرع لي وتصوص عليه الإعلام وكذا كأنه تبينه بحالة زي ما ما بقى فيهم الدين وراء ما بقى فيهش الدين هو يبيلك هذا زي ما شوفوا أنتم هذك تقولوا الدين أو هادكم هذا يرى الإنسان كل شيء يخطأ المهم هذا الصنخ خطير هو آلة الكافر في حرب دين الله وصلنا لقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا نهىهم شيء واحد أعنى هم نس صالحون لا تفسدوا في الأرض هذا العام يتدين لها فساد وإذا قيلوا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون حصروا المهمة دينهم في الصلاح قالوا إذا نحن ندرجوا الإصلاح وعندنا ننسعوا باش نصلحوا في الأرض والله تعالى قالوا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم هما المفسدين والفساد جمع عندهم هما الفساد كله محصور عندهم هم ائمة المفسدين ولكن ما شاعرش بالنفسهم رجع للواقع ويبلك هذه القضية دكوتر تنشر الردائل وتنشر الفواحش وتنشر حادية الأمر باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم حادية الأمر وتنشر القتل والعدوان والاعتداء على الشعوب والظلم العباد وتجويع الناس باسم الحرية وباسم كذا بعد ذلك فإن نضعها وهناك مكانت وردد لك أن يستخدمه الناس و لكن بيقوله الله الحرية وظلم المرأة وحقوق المرأة وذلك يوجد أن الإسلام لاحق حقوق المرأة لو كنتوا صادقين والمسلمين حقيقة وتقلبوا على الحق وتقولوا أيها المسلم نحن كنتم مسلمين بحالنا بحالكم وبقات فيكم هذا المرأة هذه نقولوا يا عباد الله رجعوا للدين كما يقول الناس أهل الخير والصلاح والمشايخ والعلماء هذا هو المصلح الحقيقة تقولوا للناس والدين لرقصهم ترجعوا للدين الله تعالى إذا وقع شين حرافوا شي حق خلل ماشي إحنا نقول رأي المجتمع المسلم معصوم من الخلل لا يوقع الخلل وارد والخطأ وارد وكل بني أدم خطأ وخطأين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عادي جدا نصحوا الخطأ لقدر تخطأ لأمة يعني يتصروا لها شي خطأ ما تبقوا تينظر مصلح لا تزالوا طائفة من أمة الظاهرين على الحق يعني لا بد أن تتبقوا واحدة طائفة ولا تجتمع أمة على ضلالة تيجيوا ناس يقوموا لعويجاج والخلل والخطأ نعم وقعوا أخطأ كثير ولكن أجي تقول لنا إذا كنت من الصادقين ومن المصلحين تقول يا ودي رابعة أبتعدنا عن ديننا أسبب الحرافين وسبب الخلل هو راح بعدنا على الدين خطأنا نرجعوا لديننا ونستقموا لديننا ونرجعوا للقرآن ونرجعوا للسنة هذا والصراح هذا والمسلمون واش كنصي صلاح أخر بلا كلم الله وبلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا والصراح لأمة المصلحين وهم الأنبياء عليهم السلام هم من الصلاح ما كنش صلاح بلا وحي ما كنش بممكن لك تصلح انتهاء البشرية وتصلحهم وتحط لهم واحد لبرنامج واحد القانون ويتقدروا لك فيهم زيال وبلا متشف وحي الله قانون الله ألا يعلموا من خلقه واللطيف الخابية فالله هو الذي خلق وهو الذي أمر ويأمرك ويأتيك القانون هذا وليس المصلحي لحقها ونقولوا ينبغي أن ترجع الأمة إلى دينها ينبغي أن ترجع الأمة إلى سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هذا أول إذا لقيت واحد المرأة مظلومة ولقيت واحد الطفر مظلوم ويتقول لنا خاصة نرجعوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفوا كيف عاشت معه المرأة وكيف عاشت معه الطفل وإلا هذه حقيقته حاليا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ضلم المرأة والرأس والقرآن ضلم المرأة ومضرقينها بشوية ويقولوا يقولوا يجرع فيهم ويقولوا ها ديريكت إلا إذا انت مسلم له إلا شي واحد ينسب لله الظلم وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم بقى مسلم لا ما مسلمش يقول لك الله يضلم والرسول يسلم لأننا نحن عدنا في عقيتنا أحسن فطرة عاشتها البشرية هيا الفطرة اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكاللوحي تينزل وجبريل غادي طال عابد يجب الوحي تقوم المجتمع يعني أحسن الحاجة هيا ديك رقيت اللي عاشتها الناس عاشتها البشر من لدن أدم عليه السلم إلى أن تقوم القيامة إذن هذا هو إذن لك أنت هذا ألائن إذا حقيقة تريد الإصلاح فهو هذا وهذه نشده واحد القاعدة يريخوا تركينا اشتقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد رجلي إما أنه مقلوب عليه القفة ما فاهمش خاصه يفهمش يقلل بفهم حيث يجب أن يكون صادق يجب أن يكون صادق ولكن غير ما عندهش لفهم السهل خاصه يلي يوجه صادق يوصل هو الخير للناس ولكن ما عارفش هو الطريق الحقيقية التي توصل الحق إلى الناس يكون واحد ملاده يقول لك كادم وحاقد عارفش خاصه يلي هناك ناس عارفش خاصه يلي هو لا يريد الإصلاح إنما يريد الإفساد لذلك الله حصد فيهم الفساد هم المفسدون ولكن لا يشعر لا يشعر إذن هكذا عقل على اللي جي ويصلح وما ذكر لا آية ولا سنة ولا حديث ولا رجعوا للنبي صلى الله ولا سنت النبي صلى الله ما ذكر وين هو من هذا الشي وبيصلح وبيقدر الأمة وبيقدر الأمة وبيقدر الخلق بدون الخالق بدون أوامر الخالق هذه عجيبة أنت لم تخلق ولم ترزق لم تخلق سابق ولم تخلق أرض ولم تخلق أكسيجين لم تخلق ماء لا ما كدرت يتشي حاجة وتريد أن تقيم هذا الخلق الذي لخلقه الله ورزقه وخلق له الأرض وخلق له السماء وخلقه كل شيء ونزل لي أمر وقالون باش يمشي عليه انت مدر تتوحدة فادو وجيب يتتقدهم 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 بمعزلين عن خالقهم لا يمكن للخلق أن ينصالح أمرهم بمعزلين عن خالقهم لا أبو فاشل مية فيلم مية فاشل أو يفسد أكثر ما يصلح كان ما فاهمش خلصه يتعلم كان فاهم ولكن ما بغاش دين الله سبحانه وتعالى ومعزل شي حاجة جائم عند الله وهو يقدو قانون من عنده لمتوافقها فما خلق يدين وانه غادي يفسد في الأرض إذن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وهذا الشيء رأي حاج حاجة كثير كثير من الناس كتيدعيوا الفساد والانحلال والانحراف باسم الإصلاح وتعونا وjutهم ي mafia ويندلوا ويندلوا الإصلاح ومخاوفين الناس ويندلوا ويندل لهم ويندل لهم وهما ما عندهم سوق له في أوامير ولف نوهي ولف حرام ولف حلال ولف التاجاجة لا هذا ماشي الإصلاح هذا بلاش من ن่و لكن هذا الإصلاح بلاش من نهو احنا بنا إصلاح ليكون هذه الصلاح ديننا في الدنيا تورت لنا وتعطينا في المقابل فلاح في الاخرة. صلاح هنا. تعتك فلاح في الاخرة. اما اش من صلاح التي يوردك جاء النام? تدعي انت الشرك وتدعي القبورية وتدعي الخرافات وبيسم ايش? ايش بتدعي? احياء التقافة التحاور. هذه العبارات اللي اعتدت تستعبر في غير محلها. احياء كادا التقافة الحوار التساموح كادا بحال زي ما. تشدوا عبارات وشعارات رنانة بالراقة التي يحبوها الجميع ويلبسونها الفساد وتخبيوها تحتها شر مستطير ويشدوزوها للناس. احنا جانبوا يديروا مؤطرة باسم التساموح باسم كادا باسم كادا. يعني بحال تكون شي حاج كتير تلقاش وديد عيش في حاجة. ومن البسة شي حاجة. وهذا شي يستعملوها للياهود والنصارى واعداء الدين زمان باسم حقوق المرعاة حريات المرعاة. وضمروا بها شحال دي الامم وشحال دي الشعوب. وحرفوا بها شحال دي الامور وضموا بها الشباب والشابات باسم انهم بيجيبوا لهم الحرية وبيجيبوا لهم الحقوق. وهي الحقوق اكيدة في كلام الله سبحانه وتعالى. اذا كنت صادقا وتعطيني حقي. هو اللي بتقول لي ارجع على كلام ربي. انا عالك صادق. تقول لي يا ابو يتيح او ينعطيك حقاك. وبينوريك حقاك في مضيالك. ايها فين كين حقي? ارجع على كلام الله اللي خلقك. هو اللي بيعطيك حقا. انا انت من صادقي. هدرت لي مع اي ابينا بيقول. انا فرط. انا فرط بعت على كلام ربي اللي خلقني. بعت منه. ولا نكون العصى. هالشي واقع للامة الاسلامية. بعدنا على ديننا. وفرطنا في ديننا. كلنا هالعصى. وقعت فينا انحرافات. وقعت فينا خلل. لما وقعت عند الكفة. وعدنا تنبانوا عيب. كنا امم كافرة. فيتنا في حالة الامر. ولكن السبب انها ماشي هو خاصنا نشير الكفر. يا دكو حصلوا شيئا. حصلوا واحد شيء اجتهدوا فيه وحصلوه. ولكن عندهم الكفر. خايب ده هو. انت لو بديت نصحني يقول لي ارجع. ارجع له. حنشي واحد دقا لكي الاصل. في عين ديالت المان قيادة والموريد. وانا بعت منه وجاني العطش. بعت من نفسه. ذيكا الاعيين الكبيرة ديالت لم اجل للعطش. وجيت انت بتقول لي اراكت الف. ارجع. ذا اجينا. انا عارفة. انت عارفة. انا عارفة. لان مع ملقة دي للقلمة. لان ما ديال تلك لدي الأجي. هارلك لدي القلمة. ولكن انت صادق تقول لي ارجع له. لا اريد ان اتفاد في هذه الطريقة لا ما انبقيش للتلك المعلمة. وش حال جايدك؟ ها واحد شغل تموت؟ ارجع هناك احنا في كلمة وكلمة موريد يلا كنتين تنص الصادقين والمخلصين يقول يرجع لها جزي هو بترجع لدينة الله بترد نعنمو لانا يقول يرجع لها غير هالك لكي لا تجي ولكن لك انت كداب ولا ما فهمش قد قول يا يسيري نا يسيري هش تذكره هم اللي عندهم معلش؟ هادوك عندهم واحد غير ريف ديال ما شاط له يوم شبلها صار هادوك لأمم الكافية لعند هادوك الديمقراطية والحرية ومدرش عندهم ابن واننبيه هادوك الشيط لي واحد غير ريف ديال ما تطبروا عليه ما تطبروا عليه ولا توافقوا معه في سنة كونية تطبقوها داروا شي حاجة وعندهم غير ريف ديال ما قد دوتا هما وغارقين في الويل وفي الكفر وفي الوحل ومتد قول يا اشتادو كنت بيعهم سيري انت عارفين همكين تفلكين البيس لكين لهذاك الموبيل لكين لكن انت مش ناصح تغشاش ها ويقول لك انت صادق ويرجع هذاك اللي بوريد العذب وذاك العفل اللي بنا رجع عليه هو القرآن السنة هو اخسر رجع عليه ما في انكين الصلاح تأخسن قطن دروح داك ونهزوا منه الى بنا ننجحوا وبنا ننجاو واذا قيلنا لا تفسدوا في الارض لا تفسدوا في الارض الفسد في الارض كثير باسم الصلاح اعقلوا عليك هالشعارات كثير ديما تقولوا دايما ما يغمروا غرك الشعار والعنوان فهو مكicemع العنوان ياختار العنوان لهذاك يقوموا في القناة دعات الحرية ، معها السلام. وإلى الأمة بدون أنبياء البشر لجرطه من الواحي ومن الأنبياء. أو بيقول لي عيش ضنك. وبيقول لي عبد مقيد لشهواته ولهواه. ويعبد الحجر ويعبد الشمس ويعبد بعضياتهم ويدلشي دلشي وشي يستضعف شي. هكذا كانت حياة البشرية بدون وحي. ولكن احنا من الإنسان يمتي وحد الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هاش يقلب عن الحرية. باش تحرر. باش ما يحكم فيك ناشي واحد. يحكم فيك مولانا سبحانه وتعالى. لهو حقيقة يستحقص ويحكم فيك. لأنه الأرض أرضه. السماء سماء وأنت ملكه. ما عندك مين تمشي عنده. ومع ذلك هو أرحم بك من نفسك ومن أمك التي ولدت. رحيم بك. إذن هو حق له سبحانه وتعالى أن يحكمك. لأنه رحيم بك. حكيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى بريك الخير. يحب لك. يريد لك الخير. بريك السلامة. والله يدعي للجنة. ها نعم. هدية الحرية. تقول لي أنت في أحد الفضاء واسع لا حد له. هذا عارسين مؤمين لموحيد. رح نفسه تكون. نفسه رعد العرش. رح لا حد له على غادي الفاق. ما يمكنش يعيش في أحد الضنق. والكافر الملحيد رح عايش في واحد ضيق. لا. المآل ديانه والمستقبل ديانه في مبعد. الموت ما عندهوش محدود محبوس. تفكرش مطموس. صافي ما عندهوش محبوس عليه القضية يعني. عايش في أحد إطار محدود. ولكن المؤمين المسلم. عارف عش بقي بيعيش عبدالآبدين. عايش عارف أموره مضبوطة عش عنده. عارف عشو بيعيش واحد لحظات هنا واحد لأيام واحد سنوات. ثم ينتقل إلى ربه. ثم بعد ذلك إما جنة وإما إلى نار. وهو يسعى ألا يكون من أهل النار. وعارف الجنة الدعاة وشعده رد من البال. وإنسان دائما يرجع للأصل لهو الكتاب والسنة. وهذه مشاعر مصلحين. كل من يدعوك إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يريد لك الإصلاح. تقول لك يرجع للشرب الأول. ورجع للمورد الأول. ورجع له ناوة. ناوة كما آمن الناس. قالوا أن أؤمن كما آمن السفهة. ألا إنهم هم السفهة. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عشان هو السفية. السفية هو لي ما يعرفش ما يعرفش يسير حياته. ما يعرفش يحقق مصالحه ويدفع عليه المضرة. سفية. دي كنت مثلا دللي صغير سفية. سفية. بقي سفية لاش. إنه تنعطيهش. قال الله تعالو لا تؤتوا السفهة أموالكم والنتيجة على الله لكم قيامة. استفية هو يكون مثلا لكان شيء طيفل صغير مثلا توفره للأب دياله وخلال لشيء تلك. تيدلوني الحجر. حجر لأنه بقي هو عنده سفة. فأنا عشو كيف يسير. يقدر يضيع الفلوس اللي هو محتاج لها من البعد. ويشربه شيء. شيء تخرب يقاه هو محتاج. يقدر هو أنت هو خصو دقيق وخصو المسكن وخصو الملبس. ويشري حلواء. ويشري على ضيعاء. يلعب ديك الفلوس. هذا بقي تنقوله سفية. ما غادش يعرف كيف يسير مصلحه 첫ه Well eso feel like. ا расскажу así سير نفسه يجلب المصالح دياله ويدفعا لها ما ضررها. يدينه دياله يكون عنده نقص في العقل. هاد المنافقون كانت يقول لهم لناس اللوني الصحابة عرض الله ع رم امنوا كمآمن الناس. يعني آمنوا كما آمنوا صاحبة محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا كما آمن الناس. يعني آمنوا الناس وضحوا. صحابة عرضه عرضه عبره عبره. وضحوا بأوقاتهم وبأوطانهم وهاجروا وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام وضحوا وضحوا بأرواحهم في الجهاد في سبيل الله نصرة لهذا الدين هذه التضحيات وهذا العمل وهذا البذل أشك أنت يبلغ هذه المنافقين؟ يبلغ لهم سفة سفة و لكن ينظر كيف يبلغ في القشي واحد مثلا يقلب مسكنا للإحلال والحرام ويقلب على السنة والبيدعاء و يلبس أوليداته حواجهم و يلبس المرة حواجها و يتستر و يقلب على الإحلال وهذه الريباء لهذه المخدمة و يتبليه ذوك بحلاج شيء يقول هذا الباركة كل خير يقول لي ما عندك أنت عقل باقي تسوك يد يخرج كديرك هذا ما نمسل بأحصر كلمة مسكنا يقول لك أنت باقي أنت باقي تسوك على الحرام والإحلال و أرهي الحرام فينا و أنا كله تسوكوني كثير يقول لي ما عندك سوك وتتبليه أنت كأنك أنت سفي إذا ما أنت ما عارش ما عارش كيف تدير ضيعطي لي شيء حاجة مهمة ضعط ليك إذا ما أنت ما عارش ما تفكرش مزيدا ما تعرفش تفكر ما تفكرش مسكنا بالله هو لي ضعطيه المهمة المهمة هي بعد الموت ما شوفت ضيعط لمعقول كديرا ما تفكرش هو أنت تبليه انت استقامة و هذا كيف تتبليه تشدد و على ذكر التشدد قال هالت تشدد ماذا أن يكون أحد تبع سين كم محمد صلى الله عليه وسلم و لن يقول له أنه متشدد هذا ليس من متشدد أي أنه التطرف والتشدد والغلو و أحذر من النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يحارب الغلو في الدين إياكم الغلو بتحاربو النبي على جميع المستويات الفكرية العقاديات العملية في المكان أي تصرب يتصرب الغلو والتشدد في الدين النبي يحاربو النبي قال إن هذا الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبه جميع dialogue فسددوا وقاربوا وأبشروا وقال عائشة أعرضي لا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إصارهما ما لم يكن إثما فشعر النبي صلى الله عليه وسلم هو اليسر نفس ان كانت يحرق ها عودتاني قال لي هم لا تطروني كما أطرت النصرى بلا مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا حرب للتشدد باش ما يجيش معدي غليف النبي صلى الله عليه وسلم كتر من القياس وهديك اللي قالت وفينا نبيون يعلم ما في غادي قال لي هلا يعني ما تقول ليش هكا يدين تشدد على أهد المستوى ولا على أهد المستوى لا هدوك ثلاثة الرحل يصوم متين فتش هدوك يصلي ومتين عش هدوك قال لي هدوك ما تزوج النساء ها النبي قال لي هلا ما يقول لي هدكا إني أخشاكم لله وأتزوج النساء وأصلي وأنا وأصوم وأفطير يعني النبي تشدد في المكان في المبنة وهدو كل الصحابة يخسروا الفوسهم باش ما يتزوجوش ها هم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اللي قال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحمة انتشرته للنساء وإني حرمت اللحمة على نفسي وهو يتنزل فيه الآية يالذين أمانوا لا تحرموا الطيبة ما أحل الله لكم ينتعي إن الشعار باسم كله حرب على التشدد واخر النبي صلى الله عليه وسلم حرب التشدد بجميع انواعه ووسائله لمؤديه إليه وسد عليه الباب لكي يقيم لنا دينا سمحا يسيرا سهلا كما قال له الله سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرة يعني نشرع لك دين سمحا سهلا لا عوجة فيه ولا حرج كما قال ابن كثير رحمه الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي والتحق بالرفيق الأعلى وترك لنا هذا الدين بهذا الشكل الذي هو كله يسر والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه حارب جميع انواع التشدد والانحرافات والتطرف لبدخل هذا الدين تحاربا وطركنا سنة ودينا ومنهاجا قويما معتديلا يسيرا سهلا هذا واقع تركوا واش هادك اللي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة وجاءت يحاول باش يسلك هذا الطريق اللي خلاليه محمد صلى الله عليه وسلم النار يقول لي تشدد يا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم تشدد مباشرة وصل علي لها وقيد الشيء اللي يخرج على ذلك المنهج خرج على ذلك المنهج الذي رسمه النبي يساهم خطه ولي خرج عليها كلها يقول له تشدد إن الخروج عن المنهج النبوي تكون خرجا ان ما تتخرج تتتطرف وتتشدد وتتشدد عن نفسك شيئا حاجة لم يتمشل على الله سبحانه وتعالى في حال يكفروا المسلمين وضلموا العباد هذا شدد عن نفسك بزاف والتي يكون الخروج لأخوة دي المتساهلين احتي إذا كنت نحن من النصيحين صنعوا دروعيهم بجوج هم بجوج خيبين لا ذاك اللي يخرج على نهج النبي صلى الله عليه وسلم باسم الدين وبيتشدد خطأ وذاك المتساهل الذي يحلل ما حرم الله فهو خرج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتنبه عليه ويتحبس والله تحلل ما حرم الله وراه ذاك اللي تي التساهل يلا سكتنا عن المتساهلين هو اللي تيورت المتشددين مثلا سكتوا عن المتساهلين اللي بيحلل الحرام ويحلل الطبروج ويحلل الريباء ويحلل الكل شي حلل 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 هداك ذاك الأخر نسكي اللي يضع فيه علميه ومعندوش بصيرة كيفاش يتفاعل مع ذاك الحراف تعال التساهل تيتفاعل معه ضد عكس وتيخرج لشي فاته أخرى وشي أمور أخرى شادة لكي يقصو على ذاك الذي تساهل ولم يتكلم معه أحد إذا نحن في إبقاء لا هدا ولا هدا على الحق وإذا نحن في إبقاء لا هدا على الحق ولكن أشد لانتقاداتي خطأا هو أن ننتقد ذلك السالك للمنهج النبوي صلى الله عليه وسلم اليسير السهل أن نصوه هنا الخلال أن جريمة على الأجيال جريمة على الأمة أن تصف إنسانا يحاول أن يتأسى بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فتصفه بأنه متشدد وأنه متطرف وأنه كذا وكذا لا سوف يشوفوا الأخر ويشوفوا هذا وقالوا له كذا وكذا 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 أشياء الأمور التي تشدد تلقىها متابق لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أنت تدل العام وعادة لا تعطيها فالنخل هذا الذي يديننا التقويم من بعد إذا هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم كان متشدد إذا خاصنا نحق إلى بينا ننصح الأمة خاصنا نحد لها ونصفوا لها دينها يقول له هذا هو سنة نبيكم تبعوها تبعوها لنصر أبو النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا كل ما يقع في تشدد خاص لابيته يفهمك خاص يقول لله بي للسنة الدين لحق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قاطع ما داروش الرسول صلى الله عليه وسلم ما شو ما جيت هدر مع أحد بنصرات المتساهلين ما يمكنش لأنه مغادي بيدي دي 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 لو وسح الأنصب فكانهم يرون المنافقون لضعف دينهم ولقلة إيمانهم أن التضحيات التي قاموا بها الصحابة سفاه هي تضيع الوقت وتضيع الفلوس وتضيع الأعمار وتضيع الأوطان للصحابة قدموا واحد تضحية كبيرة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك بلاده خارج من مكة هاجر وترك تلمال وترك كل شيء هاجر فرضوا عليه الكفار قريش يخرج من تما الله الله وخرج هاكك ترك أرضه وطنه وطارك ماله ومشأ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم يرون ذلك سفاه هي قلة عقل قلة عقل فالله تعالى بي لهم قبل ما يحكم الله عليهم نحن ندرك بال لنا شكل السفاه وشكل غير السفاه وما زل ما باش لهم في الواقع وكان ندرك بال لنا لأن الصحابة هم أكتر الناس ذكرا على وجه الأرض ورضي الله عنهم وهدو اللي كانوا يقولون كا عارفهم شيئا قال عارفهم تشاه وشاو ولهم السفانين حقيقة ما لم يذكرهم لا تاريخ وانتشاه وشاو الصحابة رضي الله عنهم ولازلت الحسنات والخيرات تصلهم إلى الآن قد ما بين القراءة للدين شوف ما لا يعرف الناس قرأت لإسلام ودئلا عن طريق صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كل من قراء القرآن فلهم أجر معه لأنهم الذين حافظوا القرآن ونقلوه إلى الأمة وكل من قرأ شيء حديد فهم لهم أجر فيه كل من صلى الله وصعهم وحد الله فهم الذين نشروا التحيد ونشروا الإسلام في الأرض إذن صارهم الأبطال ولهم العقلاء هذو كل يضحاوا من أجل نصرات الإسلام واسلموا وسبقوا الإسلام ولهم يتبنوا عقلاء ولم يعرفون كيف يحدد عشان هو السفي استفي تقول نحن لدينا شي رجل كبير تقول لي سفي وحدي عاقب وحدي وحدي عنده لديك فلوس صورة وخدمش وضياء وضياء لو تنصحو تقول ودينا وعش ترجع وحدي الفلوس اللي جب النهار تدي للي لخص تدير شي حاجة يمكن هذا يضر وقت ويجعل يدينك السفه قلة في العقل فالصحابة داروا على الشرجة داروا على الشرجة الحقيقة هذا هو مملكة هذه الساعة كانت يبنون على صفحة وكنهم يبنون المستقبل لهم الحقيقي هذه التضحية يضحى بماله وهاجر وصفاره وكانت يبنون مستقبله الحقيقي وكانت يبنون منافقين ما فهمينش ما فهمينش ما فهمينش هذا المستقم على شرع الله يبنون مستقبله الحقيقي يقلب عن الحلال ويقلب عن الحراب ويخف من الله سبحانه وتعالى ولي عايق وهو اللي فايق أما ذاك اللي تبعي لا ما فايق ما ولو يسحب عند رأسه وراء فايق يتمتع ورأسه بالدنيا يتمتع وعايش لحياة لا في الحقيقة لا يعيش لحياة لا يعيش سبعينة مش ماشية الحياة ستين عام تعيش قعمية يلا عندك خمسين اللولة هي اللي صحيح وخمسين الثانية عندك قعميتها خمسين اللولة هي اللولة هي اللولة واخد تكون عندك الملعب يكون الطبيب عندك قعمل فلس بج يتفوت مع ذاك اللي ما عندهش فلوس غير انت بيكون وحدك طبيب دايما تحيي اللي كانت رشاشة وبقليك هنا وصفي وذاك اللاخر ما عندهش وما كولكم في الهواء سوا كولكم طيحين ماذا بيزعيش انت صحح كيس بها شنين سا ضرب عشن سا وتعيشها عندك تسعين ايه كيف تدرى؟ كلة كونية جايلي انت بيخاف حل خوت ما احد الدكتات كبر ثم اجعلها من بعدي ضعفين قوة ثم من بعدي قوة انضافر ايه شي بالبأ ضعف جايلي جايلي بزمنك بتتضعف وبتعيش الالات وبتعيش الامراض وتعيش هالت الامر او في الاخر بتي تمشي وبتي تموت إذا كنت يقول العاقل هنا؟ كنت يخدم في شبابه لذلك ترى الصحابة هؤلاء يوم المنافقين سوفاها نشدون أحد الورضة منهم عبد الله بن عمر أنتو لا يعرف القصة من النبي صنع قال لي لا أخذك تصوم وهذه يشوف الحرب على التشدد ونقل لي أن تشدد دخل عبد الله بن عمر كان يصوم ديمة يصوم بيرماناص يصوم الأبد وقال جباه عمر بن عاص قال للنبي صنع أنه يصوم دري عبد الله بن عمر كان يصوم ديمة ، وقد كنت جبا لحد هؤلاء بتصوم دري اماتو شبابهم و Plaza سيصوم قال لي أني أجده قوة قال هل سأطوم ثلاثيين في كل شهر قال لي أني أجده قوة قال لي أن تصوم نهار و συبقى سيصوم نهار قال لي أني أجده قوة قال لي أنه ح udah سنا قال لي أني الأكر قال لي أني أجده قوة خير الصيام أفضل الصيام والصيام هو داود عليه السلام قال لي نصوم يوماً א�فطر يوماً colorful هل وجمط وهو حرب النبي ستحذر عن تشدد و يقول لك کہي تشدد و يتبع على سنة النبي ستحذر و إذا كناـ لي لك الأموداء في الدعوة و يتبع في الحرب التطرف و تشدد أن نحيفو سنت الرسل صلى الله عليه وسلم يتبع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو لا ما تصوم الله و قائلة يجب أن يبسى الصيام و عندك لا تزيد ها النبي اسم كيف هاش يشرع لناه اشترع تيسير ها السهل الميستر هو نشوفوا هؤلاء كل يوم هما سوفاء زلواد عضل ابن عشقال نبي اسم حيوار دي قال له قال له دعني استمتع بشبابي شوف كيف حسب يا هو استمتع بشبابي هذا الصيام الصر ما دي لي بيصم هو قال له في التحاور مع رسول الله سلام قال له خليني خليني شوف لي اشي شرعك خليني نصم انا خليني دعني استمتع بشبابي راي الموت عايدي انا عارف عشي دي انا عارف عشي دي انا عارف عشي دي النهار اللي صام وراه دستو فالقومت الذي لا يفنع ولا يبنع النهار صاف يدحت عند رب الارباب ملك الملوك ما كنش بقي تهنع لي داك النهار النهار بيبع داك الله بسبابه من النار صبعينة خريفة طبعات لي عند الشطور الحليم الذي يضاعف الحسنات ولا يضيع اجر من احسن عماله اذا انا استمتع بشبابي انا احس بالمتعة وراه دي المتعة الحقيقية لانه وخدم حليم انت تتجمع شي في الوزنك تتصبر تخدم بالصبح تتنعي صباحة النار صعود فيك تخدم وتتصور الرزق وتدسوف شي قنيتيك تقول يدي هكي اتحروا لك أدعي تحتاج لك دي اتحار لخدمتك ولكن انت ديالة بلع عشر سنين وتجمع فيها سبعمائة مليون وبيت تقول سهلح وتحس بمتعة وتحس المتعة تبدأ ان انت مع الدب ولكن انت تتنديج بأي شي تحصل لي صوتاد لساتة تعصى الاعاد لديك لان انت عارف هداف الدنيا. لكن انت فلوس كثيرة ما بقاش يحزب دينة عياج. ما بقاش واحد مغرب. اكيد كنت يغرب مسكين تي صافر شيد صافر رفع عام تيجي فولده من رفشة. ما بار يحب اوليداته. وكي عنده واحد لده اخر. وكي يقدر يكون مخالف لش طرع. في حالة الامور. وكي ذاك اللده هو عنده فدق جمع ذاك الملينات يجيبه. ما في نواحس بالنشاط. اذا هاد الصحابة فهموها في بلاستها. استمتعوا بحياتهم في بلية كل نهارات. خاصهم يدوزوا صيام ودوزوا قيام ودوزوا. خاصنا ليعمروا ويحط في الكونت. هذا هو الكونت الحقيقي. لان اتي بلي العمر ويدوز فر ويمشي اللي موت. خاصه يخلي ولا شيء على. يتسارعوا مع الزمن. انا شو واحد من التابعين. واحد القصة قلتها يا ديامت. ما قيش عقلت ذاك من التابعين. يعني كان قل لك في شيء مسافر في شيء مسافر هو في شيء خلاه. ويقعد حتى الغداء. ويبلي شيء رائع يتير على الغنم. هو يعيط لي. قال لي اجد تاكل معايا. تاكل. هو يقول لي او ديرها صايم. قال لي وتصوم في هذا الحر هذا. قال لي وما كيفش بلك انت. ادعو ايامي تذهبوا سودا. هذه اللي بيت هنا. قال لي ادعو ايامي تذهبوا سودا. فاهم ذاك الراعي. قال لي زمان انا قاعدت لك بوحدة هنا. عادي كيف تفترتها. خسن نصم. قال لي عشية والنقام قاعدت لفتروا سودا. لاش بنضيع عضلها. ادعو ايامي تذهبوا سودا. انا عرداز وصافي. شوف الناس كيفاش يفكرون. راه هل الله تعالى قال. لها دكتي وانا عمالي عقل هنا. قال لي احد ايتونهم. قال لي امالي عقل اهم. ما هي النقام بك انت وسافيه وانا عارف اشتي يدير. لذلك يمامي مش سافعي رحمه الله. قالك لو. كنت قلت لكم له هذه. شو واحد ترك شو وصية وقال هاد لا اعطيها لا اعقل الناس. ما دخله شو مال. وقال لي احتفنو صدقها لم تصدقها على اعقل الناس. العاقل في الناس عطيوها له. وقال لك إنه ما بشتفعي فرض هذه جدلة يعني في بلق لبعض أعقل الناس من يلقون وقال لك غادي يمشوا وعمشوا واحد زاد في الدنيا وعابد وذلك هو أعقل الناس قال لك هذا هو أعقلهم ماشي يكون قاعد يحسب الرياضات الرياضيات الانشتاين يحسب المعادلات كده ولكن لا يحلل الحلال ولا يحرم الحرام لا يقدم عملا صالحا بعد الموت لا هذا ما عنده أعقل هذا قال لك غادي يمشي عندك لتحلل الحلال وتحرم الحرام تيخاف من القبر تيخاف من الموت تيقول يوم القيامة خسي أشف الجد أشياء الحاصيلة اللي بتندي قال لها وك الله رب العالمين كرشد العباد اتقوا ربكم ولتنظر نفسه ما قدمت لغد ره نظر رحكبك ربك تكون تكون ديما دائما نظر فاش ولتنظر نفسه لاش لاش نظرك وحذقك وحداك تكون ما قدمت لغد هلش يكون وراهي أسباب وهلش يكون ليباش تعاون لكي تقدم لغد لذلك الله تعالى البشر يقول لها شوفوا شوفوا ما قدمت لغد ولتنظر نفسه ما قدمت لغد لذلك تكون دائما تنظروا إلى ما قدمت لغد فالصحابة نظروا إلى ما يقدمون لغد علموا أن الغد حاضر وقريب وأنه مستمر لا ينتهي ولا ينقطع فكدوج تهدوا لكي يجدوا حصيرة ويقدمونها لغد وهؤلاء السوفاء الذين بلهم للصحابة والسوفاء بلت لهم العاجلة بلت لهم واذاك مشاء وضحاء ونفق الأموال وقدر يموت في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكرفسوا شي شوية وعش واحد شوية الخوف وعش وكذا يبقى هو عايش في أمان وفي استقرار بيخير ما ضحى ما دارت شي عاجا ولي بعقله ولي فاهم ما شخص هذا وما دارت حتى سنوات التقلبات عليه القفاء والله والصحابة الظالمهم هم الأسياد هم الملوك هم حكموا الأرض وحكموا شي وذلك شي إذا عليهم تدلوا الهوال في الدنيا نيت إذن هذا هذا النظر القاصر لا ينبغي أن يكون عند الإنسان إذن الله تعالى حصر فيهم السفه ألا إنهم السفهة ولكن لا يعلمون ثم قال الله تعالى وإذا خلوا إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يعني تلكوا عندهم وجهان دل وجهين إذا تلقى مع المؤمنين لأنه ينشر الشر والفاسد خصوا يحضر باسم الإيمان والإسلام وهو كان مع القرآن وهو رب يحارب القرآن وحنا مع القرآن إيه؟ بدي القرآن تدلوا حتى تدليس لأنه قلت لك هل تتلقى هم اليوحى في وقع التوسط وقلت لك وشكين شي واحد لي ممكن بقي يصدقوا على هذا الشي ولكن هم المجرمين أعلم من شي بتديرهم يقول لك تدلقى النارør ما فهمش ولا تلقش مع تحارب القرآن هو تحارب القرآن وينشر ذلك شي لعن الله عسى لأنه كذب كذب لقد تلقى واحد النرش وحد غا يستقق كثرة الترداد 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 إذا لدي عندهم وجهان لتلقوا مع الكفار أخوتهم تقول لهم أحنا يا كفار ولكن لتلقوا مع الذين آمنوا تقول لهم آمنا باش يروج لبيضاء دياله باش يروج لبيضاء دياله يلبس لي بس الإيمان وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون لقد ما نضحكون على المسلمين هل سيطحت أن تفلوا عليه هل/. هل سنجروا في الوالاaguين الحقيقي لأعداء الإسلام ولكن هلسنا سبحثون Nasib Room لله تعالى وإدها خلوا إلى شياطينهم قالوا إنه معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم خلق كأنهم قادرين هم يستهزئ الهم حكظوا فيهم هم وإذا كان الطziehenهم يستهزئ فيهم ترى ورابح وخليك من نك اللي خلقك بتاقي عاية حكتين عليه في هذا الدنيا ياك دحكوا الناس الكفار القدام ياك دحكوا على المسلمين القدام ياك كل شي ينشاء عند مولانا ياك كل يربح لهم ياك مشيتوا ياك كل شي ياك مشوا المنافقين اللورين ومشوا الصادقين اللورين كل شي يمشوا عند الله سبحانه وتعالى ياونا مقاتين أيام معدودة وغلين شووا شكل يستهزئ في راسه وانت يدرد حكا على راسه الله يستهزئوا بهم وقلنا صفات الاستهزارة هي من صفات المقابلة ياك هذه ما تتصرش على الإطلاق الله يستهزئ بمن يستهزئ ويكيد بمن يكيد ويمكر بمن يمكر ما نقولش الله يمكر مش بحل الله يرحم الله رحيم يرحم الله يغفر غفور وكما تقولش الله مستهزئ لا متلاقاك تقول صفات المقابلة الله يستهزئ بمن يستهزئ هذه هيك بتلقىها في القرآن يمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا تجي مقابل كيد مقابل هذه تجي هذه الله يستهزئنه وعادون يستهزئنه بالله وبدينه وبشرعه وبالمؤمنين فقالهم الله يستهزئنه ويمدهم وخائب هذه العقوبة ويمدهم في طغيانهم يا مهون عشان يمدهم ويملي لهم يتركهم لا يوفقهم للهداية خائب هذه ولو رسلت لي مع الله تعالى هذا خطر هذه من أكبر العقوبات التي يعقبها الإنسان في هذه الحياة هو الله تعالى يمليلك ويمدك وتزيد كثير لاحتياج الشبهة اليوم وضحكتي على الناس زيد كالدخرة الوحاة أن يغدها زيد كالدخرة هذه تيسحب المسكين أنه وراء غذي بخير وراء يمدهم ولو أراد الله بك الخير هذي كله ونغي ينزد ليكش عقوبة تقول هاعد بالله مش ترجي مش تندير رجع في حالتك وكي دخل عاد جاي وتستهضف نعمة سيدي وترحب وحطرك الماء وحطرك الشاي وقدر عليك الكاميرات وانت تحارب دين الله سير ويمدهم في طغيانهم يا أباون يمدك يزيد في عاماك وغادي في الأعمال أعمال 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 تقشلي وقدرك ويتوفقش وميتيسسرش ليك شي واحد لي يقول لك رجع ولا تنزل بك هشي مصيبة ونزل بك هشي مرض أكي لتنزل بك هشي مرض وشي مصيبة وتيقول لأعود بالله مش ترجمة لرجع وتيخرج يقول لنا سمحوا لي لكن تنكداب عليكم ونكي لك انتي تدير الظبلاء وتدعو تيسسي وما مريض ما طالك ولو أحكاف على رأسك إن الله يملي للظالم حتى إذا أخده لم يفرد هذا منهج لفيرعون هذا بيسلك معك الله هذا كش يسلك مع فيرعون فيرعون أبقى ما درات ولا عطصة ولا حبة ولا درسة ولا ولا احتفون ده هذي خيبة كون جاتوا يشي حبة ولا شي درسة يقول لأ عشان بني وبيشي موسى ولكن صحيح وشعب بني إسرائيل مدلول قدام وقد يخافوه تنفخو فيك البشار النفيخ تاوى هين نفيخ هذيك النفيخ رواعر نفخو فيك تطرد قد يدخلت يا سافي سافي يقول لك أول شا مش يا سافي ما أبقى ربكم العلا ولا يحزنون إذا رض لبال عدرمك إيش اللي يفكر لك لما فكرت إيش الراس يجيش واحد قافي رعون وبدو معها بالنفيخ نفيخ تاقلي وانا ربكم العلا قولي هي كونش واحد قال لي وانتش من ربكم العلا ندير عكا شوية فيقهم العزو فيق هذي يقول وعود يقول هالي لأخر وعود يقول هالي لأخر وعود يقول هالي لأخر لكن لا يمدهم هذي شي حنت في رعا ونهتفرش هو اللول قد بحضر لي الصغار لا مدى لأن هذه التفريشة والمقدمة تدي لها دي النتيجة ما يمكنش توفق أنت شوف واش حد تكرفس بقية في العمر يبقية وتوصلنا إن شاء الله ببعض في لقاء آخر ونحاول نتمم هذه الصفات للمنافقين بقينا هذا الأيادي وبقينا بنا ندخل في هذا المثل المائي المثل الناري الذي يذكر الله عز وجل للمنافق والذي يجعيش معه في رحاضات زوينا يمشي على الإمام برقيم رحمه الله في كتابه الأمثال الأمثال القرآنية تكلم على هذا المثل هذا لعله هو اللي ماذا بتقع الكتاب لأنه هو أول مثل ندخل في القرآن الكريم الله تعالى ذكر مثل نار الملافقين وذكره مثل ديال الماء إذ تلاقينا في الحصة إن شاء الله نعود أن نتكلم على هذا الأمثلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك